بعد توقف عن الانتاج داما لأكثر من 13 عاما افتتحت كلية الزراعة في الأنبار بمشاركة مختصين معمالها لانتاج الألبان بمختلف المنتجات المحلية ذات المواد الأولية الطبيعية وتسويقها بشكل يومي إلى المحال والأسواق في المدينة فضلا عن البيع المباشر الذي استهدثته للمواطنين بدت فكرة صناعة الألبان هنا على أساس الدروس العملية وبدت نغطي تكاليف تكاليف الحليب تكاليف وجور العمال وجور المواد فبدت نسوق المنتج إلى السوق المحلي وحقيقة شاهدنا إقبال شديد على هذا المنتج لأنه الذوق والمجتمع الأنباري وخاصة الرمادي الذوق والمنتوج ولقوه طبيعي 100% ونظيف من ناحية المايكروبية فبدأ إقبال عليه الأسواق والمحال المخصصة ببيع الألبان باتت المنتجات المحلية فيها هي الأوفر وتشهد رواجا وانحسارا للمستورد منها دون إقبال المستهلكين عليها نحن أصحاب المحلات جاء نشوف الإقبال على المنتج العراقي يعني كان المستورد هاي الألبان إيراني أردني تركي فهذا قامت تشتغل مصانعنا الأنبار الجنوب الشمالية بغداد ذا تجينا أقبال الناس تريد العراقي أزاد من المستورد فيما أبدأ مواطنون استغرابهم من توقف معامل البلاد بمختلف أصنافها طيلة تلك السنوات متسائلين عن الجهات المتسببة والمستفيدة من ذلك آملين بإعادة افتتاحها لعودة الصناعة العراقية وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين نحن محافظة الأنبار نطالب بإعادة المصانع الغذائية في كل أنحاء القطر العراقي بلدنا العراق منها معامل الألبان في أبو غريب منها معامل الألبان موجودة في الحلة وديالة وفي الأنبار وفي كل أنحاء البلاد يجب أن تتجه الدولة ويتجه الشعب لمساندة هذه البضاعة العراقية الناصحة والرخيصة والجيدة بدل ما نستورد البضايع الأجنبية من إيران والسعودية والكويت وبحسب مراقبين فإن الحراك السياسي القائم والمطالب بالتغيير والإصلاح أثر إيجابا بتشجيع المنتج الوطني وإعادة افتتاح الكثير من المعامل الصناعية بمختلف المنتجات من الأنبار معاذ الفهد قناة التغيير